موسيقى 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 أنا كنقول للناس ردوا البال ماشي كل شي كيتشرب الفلوس الإرادة لما كتبعش من الفلوس وماشي بالكيلو إرادة كتبغي بزاف ديال الأمور فإلا كان الخوف ديالك على الصحة ديالك قابلوه بالحب ديالك للصحة ديالك والحب ديالنا للصحة ديالنا يتطلب مستحيل أقول مستحيل وأتحمل كامل المسؤولية مستحيل أن شي واحد ينقص الوزن إلا ما قامش بنا ما تعيش التخديم غدير لك والو نعم ما تعيش أنت كمثال خد أي برودو في العالم إلا بقى لك الاسترس فيزيولوجيا كي يبقى لك طالع لك الكورتيزول وإلا بقى طالع الكورتيزول عندك إيبارغليسامي يعني هو هورمون إيبارغليساميان هورمون اللي يطلع على الغليسامي إلا بقى لك الأغليسامي مستحيل الجسم يدوز من السكريات يدوز لحرق الدهنيات كيف يدعي الجسم؟ يدعي الماء ينشوف لك الجسم وليس أتنقص على كيلو في النهار يقدر تنقص كثير إلا بغينا ندوز الجسم بشي طرق ماشي هي هديك قدروا نقصه كثير من كيلو في النهار بالحق نحن ما كنفكرش إن إنقاص الوزن ما قبل الإنقاص خلال الإنقاص وما بعد الأهم مرحلة عندي أنا هي مرحلة ما بعد إنقاص الوزن فهذه الأشياء ردو لها البل عفاكم باش نكونوا حاكمين فيما يخص تعامل مع الجسم دينا الجسمنا ماشي آلة ردوا البل الجسمنا ماشي آلة ماشي سيارة جسم دينا هو جسم بشري مصطلح لي خاص بالجسم البشري وماشي التجارب أيضا أستاذ أحليمي الجسم دي الإنسان ماشي التجربة نعم وكان أستدعف في بعض المنتوجات لجربة كانت صغيرة على بعض الحيوانات خرجت مباشرة تطبق على الإنسان هو إلا كان هاتش هذا الإنسان وما أتيته من العلم إلا قليلا كان بعض المواد أستدعفة لتحطات في العلاج دوزت سنوات وتسحبات من الأسواق فعلا وقد تلقى بلغات الوزارات الصحة في مجموعة دي الدول كتقلك بليدك الدوارة توقف وربان وعندهم مضاعفات من بعد سنوات ما السهل كل إنسان وفما بالك هات المواد هادية التي تعتبر من المكملات تعلم الله ما نسميه من المكملات المرض أو من المكملات الغدائية ونظر أنها تكون غدائية فهذه الأشياء هادية رضو لها البلعافة من أجل أننا هذه الحلقة اليوم هدرنا على الديتوكس كإزالة السموم وقلنا الجسم دينا عنده طاقة مقصومة الهضم تفكير الحركة إزالة السموم الهضم ديارك يكون مزيان أغديام زيانة التفكير ديارك يكون إيجابي الحركة تكون حركة إيجابية أكيد هتفقى النسبة كبيرة لإزالة السموم بغيتي تدير ديتوكسيفيكاسيون تحيي تسموم قالت الأخت الكلوروفيل الكلوروفيل هو ليخضور مادة كنا في النبات نعم أي حاجة خضراء أي حاجة خضراء كيف ما كان ولا صفراء ولا قرع الحمراء في هالكلوروفيل لأننا في الجسم دينا عندنا اليموغلوبين وسط منها كنا الحديد النبات عنده الكلوروفيل وسط منه كنا المانيزيوم ولكن الكلوروفيل هو الدم ديال النبات فهدك الكلوروفيل سيأخذوه سيحيدك الناس أي واحد عنده قبط دابع يخذ تبصيل ديال البقولة بالتومى وزويتها بالدية علاش لأن البقولة فيها الأوكزالات فيها الكلوروفيل الأوكزالات والكلوروفيل سيحيدو لك الكلوروفيل كين أستدعفف الناس غيزيدين الوزن غيب الكلوروفيل غير تحيد القبط كين قصلك الوزن يعني انت إلا بغيت تحيد تأخذ الكلوروفيل نعم القصبر فيه الكلوروفيل ما عندنا نسويه كلوروفيل تفاحت كذلك البقولة كذلك الرجلة كذلك جميع النبات في هاد مادات الكلوروفيل لأن الوقت التي تكلهيك يعطيها إسهال نعم بامتياز هذا إسهال أستدعفف نسميه إسهال بقصد هو الذي يكون الخروج الإنسان يكون تقريبا سائل ويتعود مرات ومرات مثلا الإسهال البارد مشيتي للجنوب اشتربت الحليب ديال الناقة عفوا ماذا يقع لك؟ هذا نسميه ماء إلكتروليت ماذا يقع لك؟ هذا نسميه إنفوس دياغي خديتي ما ترى لنا الدلح يلا بان والفواكه يلا بانت فيها إنفوس دياغي كل يدير إنفوس دياغي بسبب السمن هذا السمن من أفضل الأشياء اللي تزيل السموم لماذا؟ لأن فيها حمد البتوريك ذاك الرائحة الجميلة اللي كنا في السمن هذاك حمد البتوريك يزيل السموم لماذا؟ لأنك يقع الميكروبيوت على مستوى الأمعاء إن شاء الله للحديث بقية مازال مواضيع أخرى إن شاء الله إن شاء الله إن هاتشي لقلناه للصحة العامة والصحة المواطنين والصحة الناس من أجل أنه يكونوا صحة مزيانة ويخدموا الدكاء ديالهم دائماً كنا الصالح والطالح كنا الناس اللي كيف يفكرون في الصالح ديالنا كنا الناس اللي بغاون اللي يجيب ديالنا كل واحد يحاول يعرف هاد هاد الأشياء هادية لأنه علش درنا هاتشي لأن الانترنت هدي الإستنبيات اللي يجاب أنها الأشياء والتي تتقال وبعض الأمور فنستفدمنا للحديث باقية ولا تنسوا أننا من الحكمة نعرفوا شنو كنكلو ومن الدكاء نعرفوا نختاروا هاد المواد اللي غا نحتاج فنها ولا تنسوا أن الداء والداء في الغداء والمرض وارد والشفاء مطلوب والوقاية خيرون من الانترنت